مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شارك النهاردة فيه فعاليات النسخة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب واللي افتتح هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز بالمناسبة ومشاركته السنة دي تقدر تعتبرها المشاركة الرائدة ليه؟ لأنها مشاركة من نوع جديد نوع جديد إزاي يوسف أقولك آلية جديدة لأبرز الإصدارات المعلوماتية والمدعمة بالتكنولوجيا الحديثة تقنيات الذكاء الاصطناعي الارتفاشل انتليجنس اي اي كما تحبون أن تسمونه على الانترنت أي حاجة بقى الديوت اي اي خلاص كده احنا عارفنا طيب استخدموا التكنولوجيا الجديدة ازاي؟ استخدموا التكنولوجيا الجديدة بطريقة تخلي الزوار يعملوا واحد جولة افتراضية داخل جناح المركز بالمعرض يستخدموا الميتافيرس بالمناسبة يعني أقول إيه طيب يا حلولي يا أولاد إحنا بقينا بنستخدم عندنا في معرض الكتاب نستخدم متافيرس ونستخدم زكاء اصطناعي ونستخدم إيه الحاجات الحلوة دي ودي حاجة من الحاجات بالمناسبة عارف حلوة ليه لأن ده معناها إنه إحنا هنا كنا زمان زمان أي حاجة متعلقة بشيء ما حكومة يقول لك يا عام يا هم لسه فاكرين ده الموضوع ده الناس كلها بتستخدمه بقى لا يجع عشر سنين يا هم لسه فاكرين ده الموضوع ده عدى عليه بتاع عشرين سنة دلوقتي بقت أي حاجة متعلقة بالحكومة تساوي التكنولوجيا الحديثة أي حاجة متعلقة بالحكومة تساوي خدمة على أفضل مستوى أي حاجة متعلقة بالحكومة يبقى شوفني إيه الجديد اللي بتعمل في العالم وإحنا هنستخدمه ده اللي بالنسبة لي عاجبني الحقيقة فالمشاركة بتاعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وده بالمناسبة من أكتر الحاجات اللي عجباني جدا في الحكومة 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 المصرية زي ما يتقل كده فيه ثوبيها الجديد الحكومة المصرية بتاعة الجمهورية الجديدة حكومة طريقة تفكيرها مختلفة طريقة تنفيذها مختلفة